لماذا قد يدفع شخص مبلغاً خيالياً من المال لشراء لوحة مميزة لسيارته؟ طيب لماذا؟ أنا لدي المصاري أرويد التميز بكل شيء سأدفع مئة ألف دولار لأحصل على هذه النمرة 007 أصلا أنها جيمس بوند سأضعها على سيارة اللادة أنا حر في السعودية لوحات السيارات تضم أحرفاً وأرقاماً ترتيب الأحرف قد يصادف أن يرمز إلى شيئاً ما أول حرف من أسماء أولادي تاريخ ميلادي تاريخ عيد زواجي اسم ابنتي مونة هاتان اللوحتان ترونهما دققوا فيهما هل فيهما شيء مميز؟ إحداهما وصل سعرها إلى 800 ألف دولار والثانية إلى خمسة ملايين دولار لكن لماذا؟ هناك تيكتوكر سعودي سيشرح لكم لماذا الحديث فقط عن لوحات السيارات من دون السيارات دون سبعة دون سبعة وصلت الآن ثلاثة مليون ريال دون سبعة وين ميزي على طريق إن شاء الله بتوصل عشرين مليون اللوحتان يمتلكهما شاب سعودي يدعى براك العلوان العلوان قال إنه رفض بيع لوحة الدون بمبلغ مليون ثلاثمائة ألف ريال سعودي لأنها بكل بساطة أصبحت تساوي أكثر من ذلك بعد تعاقد النصر السعودي مع رونالدو هذا الإعلان أثار حالة من السخرية من الجدل أيضا على منصات الدونية يمتلك لوحة بلقب الدون الكثير من السعوديين لديهم لوحات باسم الدون وبدأوا بعرضها على مواقع التواصل ولكنها لم تكن دون سبعة السبعة هي القصة